بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا زال الحديث عن المرأة وعن الشبه المثارة عن المرأة في الإسلام وقد تحدثت في اللقاء الماضي عن الشبهة الرابعة حول تعدد الزوجات وعن الشبهة الخامسة عن حجاب المرأة المسلمة وفي هذا اللقاء إن شاء الله سأستكمل الحديث عن الشبهة فأقول الشبهة السادسة التي يثيرها أعداء الإسلام والمسلمين وأيضا بعض أبناء المسلمين وللأسف من المخدوعين بآرائهم وشعاراتهم هذه الشبهة خاصة عن الإرث يقول أولئك أن الإسلام أساء إلى المرأة وظلمها حين جعل نصيبها من الميراث نصف نصيب الرجل وللجواب عن هذه الشبهة أقول إن الإسلام ولله الحمد ارتفع بنظام الإرث عما كان معمولا به قبله قبل الإسلام سواء كان في الجاهلية أو في غيرها بل ارتفع به عن كثير من الديانات والحضارات الأخرى غير الإسلامية الذين يورثون الرجال دون النساء لكن الإسلام راعى في توزيع الإرث أمور مهمة منها أو من أهمها أنه راعى مقدار حاجة الوارث إلى المال ولو بعد حين فكلما كانت حاجة الوارث أشد كان نصيبه من التركة أكثر ولعل ذلك هو السر في أن نصيب الأولاد أكثر من نصيب الأبوين مع أنهما في درجة واحدة في القرابة ولكن لما كانت حاجة الأولاد إلى المال أشد كانت حصتهم في الميراث أكثر لأنهم في الغالب محتاجون وهم يستقبلون الحياة بتكاليفها ولوازمها ومتطلباتها المالية أما الوالدان فهما في الغالب من أصحاب الأموال فضلا عن أنهما يستدبران الحياة فحاجتهما إلى المال ليست كحاجة الأولاد الصاعدين في سلم الحياة ومثل ما راعى الإسلام في توزيع الميراث بين الورثة شدة الحاجة إلى المال وأعطى صاحب الحاجة الملحة نصيبا أكثر من غيره فقد راعى هذا المبدأ أيضا حينما جعل نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى لماذا؟ لأن النفقات والتكاليف المالية التي تترتب على المرأة هي بلا شك أقل من النفقات والتكاليف المالية التي تترتب على الذكر فالزوج هو المكلف بالمهر وإعداد السكن وما يتبعه من أثاث ومن نفقه على الزوجة وعلى الأولاد وما يتبعه من نفقات أخرى خاصة باللباس والعلاج وما تحتاجه الأسرة في كل شؤونها وذلك باعتباره قواما على الأسرة وهكذا تكون حاجة الأنثى الوارثة إلى المال أقل من حاجة الذكر الوارث وبهذا يظهر أن توزيع الإسلام لإرث المرأة وجعل إرث المرأة على النصف من إرث الرجل ليس له علاقة بكونها أنثى وإنما بكونها أقل احتياجا إلى المال وهذا هو العدل كل العدل لأن توخي المساواة عند تفاوت الحاجة هو الظلم والحيف على أننا لابد أن نذكر فيما يلي أمور مهمة وأهم هذه الأمور نقول لأولئك المغرضين أن هناك حالات أخرى ترث فيها المرأة مثل الرجل وربما أكثر منه ومن ذلك مثلا من الحالات التي ترث فيها الأنثى مثل الرجل لو توفي مثلا الرجل وترك أبا وأما وأولادا فالقسمة الترك بينهم كالتالي يكون للأب السدس وللأم السدس أيضا وللأولاد الباقي ففي هذه المسألة نرى أن نصيب الأم الأنثى كنصيب الأب الذكر وأن الأولاد أخذوا أكثر منهما معا لأن حاجتهم أكثر من حاجة الوالدين أيضا إذا مات رجل وترك إخوة لأم ذكورا وإناثا فهم جميعا يشتركون في الثلث بالسوية كما قال الله جل وعلا فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث هناك أيضا حالات ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر ومن هذه الحالات لو ماتت مثلا امرأة وتركت زوجا وبنتا وعما فتقسيم المسألة على النحو التالي يكون للزوجة الربع الربع نعم وللبنت النصف وللعم الباقي وبهذا يظهر أن نصيب البنت وهي أنثى أكثر من نصيب والدها الذي هو الزوج وهو أيضا أكثر من نصيب العم لأنه أحوج أيضا إلى المال هذا باختصار عن هذه الشبهة وتبقى لنا شبهة أخرى أذكرها باختصار وهو الكلام عن حرية المرأة وأن أعداء الإسلام والمسلمين وكذلك المغرر بهم من أبناء الإسلام والمسلمين يقولون أن حرية المرأة في المجتمعات الإسلامية مسلوبة وكان لهم أطرحات ومقالات ولقاءات ومؤتمرات كثيرة دعوا فيها إلى حرية المرأة لكن السؤال الذي يطرح هنا وهو مهم جدا حتى نتعرف على حقيقة هذا الأمر نسأل هؤلاء ونقول ما المراد بالحرية التي تريدونها وتدعونها والجواب على هذا السؤال يظهر من خلال ما يطرح في لقاءاتهم ومؤتمراتهم ومقالاتهم وأن الحرية التي يريدونها هي التي تتمثل في فتح الأبواب على مصراعيها أمام المرأة من غير حدود وبلا ضوابط في اختلاف المجالات الجنسية والإنجابية والاجتماعية والاقتصادية وهي أيضا تتمثل الحرية كما يزعمون في خروجها من البيت مع من شاءت ومتى شاءت وفي أي وقت من منزلها وأيضا يقولون الحرية هي أن تخرج هذه المرأة أمام الناس متعرية متفسخة على خشابات المسارح وفي الشواطئ والمسابح إلى غير ذلك من الأمور التي لم تعد تخفى على أحد فالمناداء بحرية المرأة بهذه الصورة لم تكن يوما من الأيام لأجل المرأة والمنادون بذلك إما خبثاء يريدون تدمير المجتمعات الطاهرة النقية كما دمرت مجتمعاتهم أو أنهم يريدون أن تكون هذه المرأة لقمة مستساغة لهم يستمتعون بها متى شاءوا وكيف شاءوا والغريب كل الغريب في الأمر أن الكثير من النساء المسلمات والله المستعان انخدعنا بهذه الشعارات البراقة وانسقنا بدافع العاطفة وراء هذه الدعوة وما علمنا أن السم الزعاف بين خباياها وما علمنا أن عفتهن وكرمتهن وقيمهن مستهدفة بذلك وإن فلتتأمل المرأة المسلمة ماذا حل بالمرأة في المجتمعات التي دعت إلى تحرير المرأة تنظر في حالات الاقتصاب المنتشرة بكثرة وبشكل مخيف تنظر في حالات الإجهاض بسبب الاتصال غير المشروع تنظر في التهرم من الإنجاب تنظر في استخدام المرأة في كثير من الأعمال المبتذلة والمشبوهة كالعمل في دور البغاء وفي ترويج المخدرات وفي التمثيل والرقص والدعاية والدعارة وغيرها تنظر في ما حصل لحقوق المرأة من هضم وإلحاق الضرري بها هذا الذي يوجد في المجتمعات الغربية وهذا هو المطلوب والمأمول من إعطاء المرأة حريتها بالشكل الذي رسمه الغرب لها فهل تتمنى المرأة المسلمة بالرغم من ذلك أن تساير المرأة الغربية في الحرية المزعومة المرأة المسلمة في المجتمعات الإسلامية حرة نعم إن المرأة في المجتمع المسلم حرة هي حرة حرية حرية تصون كرمتها وتحفظ عرضها وتجلب حقها إنها حرة في كل شيء إلا في الإضرار بنفسها أو بالآخرين وفي الختام أسأل الله جل وعلا أن يحمي نساءنا ونساء المسلمين من كل شر ويصونهن من كل سوء والحمد لله رب العالمين